نوع مجلس الوزراء النهاردة شهداء القوات المسلحة اللي استشهدوا اليوم جراء الانفجار وتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذلوا أبنائه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان وأكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخصيصة بصرها إلى زوال وسيبقى الوطن أمنا مطمئنا وسيذكر التاريخ من دفعوا عن الأوطان بحروف من نور في كتب التاريخ مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي والرفاق بكل الفخر والاعتزاز بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقون ويلاحقهم الخزي والعار هكذا علمنا التاريخ دوما أن الحق والخير والعجل ينتصر على الباطل والشر والظلم وستحيا مصر بأبنائها المخلصين في أمن واستقرار على مر العصور الحقيق على المشاهدة الحقيق